أكد سعادة دكتور شيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس مناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات على أن قطر في حد ذاتها تمثل أزمة ممتدة في منطقة الشرق الأوسط حيث يتمتع النظام القطري بقدرة فائقة على صناعة الأزمات التي تستهدف دول مجلس التعاون والدول العربية المحورية بعد أن وضعت الدوحة نفسها كأحد أدوات مشاريع الفوضى والتقسيم في المنطقة جاء ذلك خلال انطلاق منتدى قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط حيث تضمن المنتدى ثلاثة جلسات تم فيها تسويط الضوء على تاريخ الممارسات القطرية ضد مملكة البحرين ودول المنطقة والسياسات العدائية التي ينتهجها نظام الدوحة تنفيذا لأجندته التخريبية والسعراض نماذج وتجارب عربية للتورط القطري في زعزعة الاستقرار بهدف إسقاط النظام السياسي بل النظم السياسية الشرعية والمؤسسات الوطنية وطرح السيناريوهات المستقبلية للسياسة القطرية العدائية وتجيب عن الممارسات التي يتوقع أن تأول إليها السياسة القطرية خلال الفترة المقبلة كذلك خيارات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه تلك السياسة وأساليب مواجهتها عصارة الفكر والمعرفة المستندة على أساس ثابت وأدلة وحقائق موثقة هو الأساس الذي انطلق منه منتدى دراسات الأول تحت عنوان قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط وذلك بمشاركة نخبة من أبرز المفكرين والأكاديميين والإعلاميين والمتحدثين من مختلف الدول العربية وذلك لبحث دور السياسة القطرية التخريبية بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اتخاذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قرارها الشجاع التاريخي بقطع علاقاتها مع الدوحة اختتمنا بحمد الله النسخة الأولى من منتدى دراسات منتدى مركز البحرين دراسات استراتيجية والدولية والطاقة الذي عنوانناه قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط اخترنا هذا العنوان لأنه يعكس الواقع الذي تشده منطقة الشرق الأوسط المنتدى اليوم استطاع أن يوفر منصة جمعة فيها نخبة مميزة من الخبراء والمختصين والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بشؤون الخليجية وتطورات الأوضاع في المنطقة شهد المنتدى عبر ثلاثة جلسات متخصصة بجماع على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في الحفاظ على سيارة دولنا في الحفاظ على أمننا الوطني في صد جميع التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية وفي صد جميع التدخلات الممولة والداعمة والراعية للإرهاب بكافة أشكاله أنت أمام معادلة قاسية جدا دولة بتحاول أن هي تؤكد مبادئ الفوضى في المنطقة العربية وفي نفس الوقت أربع دول بتحاول أن هي تضع قطر فيه أمام مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي ومجتمع الدولي مقتنع ولكنه لا يريد أن يفعل شيء ولا يريد أنه يتحرك في هذا الصدد أيضا لا تنسى أن قطر قدرت أنها تتحلف مع جماعات الإخوان الموجودة في أوروبا ويتحركوا سويا في الضغط على الدول الأوروبية من أجل تحسين الصورة الخاصة بهم في الفترة القادمة السياسة العبثية التي اتبعها النظام في قطر على مدار أكثر من عقدين سياسة ارتكزت على دعم الحركات الإرهابية وزعزعت الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بمختلف السبل للوصول إلى هدف واحد وهو إسقاط الأنظمة في الدول العربية اليوم بعد ستة أشهر من قرار الدول الرباعية بمقاطعة قطر أعتقد لا زن بحاجة للمزيد مثل هذه الندوة لكشف تفاصيل ما يحدث كشف خفايا السياسة القطرية لا نتوقع أن الجميع على علم بما يحدث بالرغم من هذه الأدلة والوقائع التي ربما الكثير يعلم ولكن هناك لا زال ربما البعض ممن هناك ضبابية في موقفها فمثل هذه الندوة تشرح بالتفصيل خفايا السياسة القطرية على أمن واستقرار المنطقة ما تقوم به قطر هو مشابه لما يقوم به الإيرانيين والإسرائيليين في المواطلة وتسويف المواضيع الإيرانيين نفس الشيء في الملف النووي ما طلوا لآخر لحظة ويرجعون لنقطة الصفر القطرين يحاولون تطبيق نفس النظام ولكن النظام الإيراني لديه نفس طويل أكثر من القطرين القطرين يراهنون على المال القطري الملوث أنا أعتقد أن البحرين يجب أن تضغط يجب أن تطالب بالأراضي التي أخذتها قطر هذا حق ويجب أن نضع الكرة في ملعب قطر المشاركون في هذا المنتدى الأول من نوعه في مملكة البحرين والمنطقة أكدوا أنه وخلال المرحلة القادمة من الأزمة القطرية يجب على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اتخاذ التدابير اللازمة ليتحمل النظام القطري مسؤولياته حيال ما ارتكبه ويرتكبه حالياً من أعمال عدائية ممنهجة تقوض الأمن القومي العربي القطريين لا يؤمنون بالوطن العربي الأكبر يؤمنون بأننا نحن أولاً ولكن أنت لا تستطيع لأن ما عندك وسائل ما عندك قدر عندك المال لكن ما عندك قوة التدبير قوة حركة المال ولذلك أنا أرى بأن مثل هذه المؤتمرات وبالشرح الوافي من جميع الأساتذة المحاضرين والمستمعين بدليل أن التجاوب الفكري بيزيد في المجتمع وأي مجتمع يستقبل الندوات الفكرية دليل على رقي الأمة كل يعرف أن هناك تدخلات فبينوا التدخلات القطرية في مملكة البحرين الآن سنشاهد تدخلات في الدول الغليمية الحلقة الأولى كانت عن البحرين أيضاً شاهدنا سير التاريخي وهذا شيء مهم أنك تطلع بعيداً عن الانفعال وبعيداً عن السوشال ميديا بطرح أكاديمي تاريخي وبدأ شاهدنا الحقيقة المحاضرين بعضهم يتحدث بشكل تاريخي والثاني بشكل أكاديمي الثالث تحدث بشكل مهني كيفية التدخل اسلوب التدخل الحوادث المشابهة التي صارت للتجسسة والتدخل في البحرين اجمع المشاركين في المنتدى على سياسة قطر الهدامة في المنطقة ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار ودعم الجماعات الإرهابية شكل لبنة أولى انتهى إليها هذا المنتدى ليبدأ بعدها تضافر للجهود الأكاديمية والفكرية لإضاحي حقيقة نظام الدوحة وإيصالها إلى الرأي العام العربي والدولي عندما تنتهك القوانين والوثائق تجد النظام القطري حاضراً وعندما تزور الوثائق وتفبرك الحقائق تجد اليد القطرية متغلغلة حتى الإدانة وعندما يشرعن التضليل وتزييف الحقائق والدعاء المظلومية تجد الإعلام القطري يردفه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي وما هذا المنتدى إلا منصة أكاديمية واقعية تطرح بكل تجرد حقيقة الدور القطري العابث بأمن الدول العربية يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين هو الواضح أنه لما نتحدث عن نظام القطري من الأجدر وأننا نتحدث عن حضور الأخوان المسلمين وعن حضور الإسلام السياسي وعن سؤال ماذا يريد الإسلام السياسي اليوم في الدول العربية وماذا يريد أن يذهب وماذا يريد أن يذهب الواضح أنه ما بعد 2011 يعني من 2012 إلى 2014 إذا أستطيع أن نتحدث ربما على تونس دور قطر كان واضح في التمويل وما أدراك من التمويل لأنه ما بين 2011 و2014 آلاف التونسيين وقع استقطابهم وذهبوا إلى المحرقة وذهبوا يعني إلى سوريا وإلى ليبيا واتجهوا نحو جبهة النصرة واتجهوا نحو القاعدة وكذلك الداعش ولكن للذهاب إلى سوريا وليبيا والعراق الأموال كانت موجودة والأموال كانت موجودة عن طريق الجمعيات للأسف يعني اليوم العدد كبير من الجمعيات وقع تمويلها من طرف النظام القطري هذا المؤتمر بالنسبة لنا كإعلاميين يقدم لنا معلومة صحيحة ودقيقة مما يجعلنا يعني نقدمها للمشاهد بكل ثقة وهذا المؤتمر مختلف عن بقية المؤتمرات لأنه ما يقدم رأيه ويقدم حقائق وقائع يعني أهمية هذا المؤتمر تتجسد في أنها أول مؤتمر من نوعه يصدر من مركز أبحاث في مملكة البحرين وهو مركز البحرين دراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وانتمنى إن شاء الله أن يكون هذا المنتدى يعني المنتدى الدراسات أن يتكرر في الأعوام القادمة بإذن الله ليسلط الضوء على أهم المواضيع الإقليمية التي تهم مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والإقليم الشرق الأوسط بشكل عام وطبعا أهمية هذا المؤتمر تتجسد في أنه جمع باكورة من الأكاديميين المتخصصين في مختلف المواضيع التي تتحدث عنها لا شك وأنه من أهم المواضيع التي تهم مملكة البحرين وضمن الاستراتيجية مركز البحرين دراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة موضوع هذا المؤتمر لهذا اليوم هو الموضوع اللي يتعلق بالأزمة السياسية المتعلقة بقطر اليوم يعني كل المؤتمرات بشكل عام كانت تتحدث عن آراء ولكن هذا المنتدى تحدث عن حقائق وهذا الشيء المهم والإضافة الكبيرة التي قدمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية هذا المؤتمر لميزة عن المؤتمرات الباقة هذا المؤتمر أكاديمي بحت عرض فيه الأدلة والبراهين على تدخل قطر في السابق نشوف آراءة الدول أما في هذه الجلسة حضر نخبة من المفكرين والدارسين في مجال العلوم السياسية والصحافة والإعلام ناقشوا الأدلة وسردوا قصة تدخل التدخلات القطرية في المنطقة والدول المجاورة منذ بداية الثمانينات إن كانت تدخلات عسكرية ولا إعلامية ولا فكرية ولا كيف أضرت بمصالح دولها المجاورة وأصبحت جار مشاغب للبعض فشفنا إجماع عربي من خلال حضور النخبة لأكد وليشارك وجهة النظر أن قطر تشكل خطر على جيرانها من خلال تصرفاتها الصبيانية في المنطقة حقيقة اليوم استمتعنا بالمحاضرين استمتعنا بشواهد كثيرة ضد قطر حقيقة كانت هناك ثباتات توضح أن لقطر دور تحريضي ودور لتقيير الأنظمة ودور لتفكيك الشعوب والأنظمة في شرق الأوسط المثال الليبي والمثال اليمني كان خير دليل أن هناك تدخلات قطرية وحقيقة الأمر نحن كدول مجلس التعاون الخليجي نرفض أي تدخل في شؤوننا كان من قطر أو كان من قير قطر هذه التدخلات تفكيك الشعوب تفكيك الأنظمة أنا لم أعرف حقيقة ماذا تريد قطر من هذه التحركات أكيد وأنا وأكد أن لقطر فيها ناس وراها يؤيدونها ويمارسون السياسة من ورا قطر المرحلة المقبلة إيران أو قطر أو نحوهما من يقوم بهذه الممارسات والتصرفات والسلوكيات الإجرامية غير مقبولة في المنطقة وسيتم يجهتها العالم اليوم ويواجه الإرحاب الممارسات الإيرانية تكشف وتفضح وأيضا في المقابل أيضا كل العمل القطري الذي تم على مدى عشرين عاما من تصرفات حوجها أيضا فضح لذلك أنا أعتقد المنطقة يجب أن تكون هناك مواجهة بالحزم وأيضا فضح لأي مخططات أو نيات سيئة ضد دولنا وأمننا واستقرارنا الأسف الشديد ما فعلته قطر في دول ما يسمى الربيع العربي التي أفرزت على 2 مليون قتيل وجريح وأكثر من 14 مليون نازح ومهاجر منها مواقع بؤر الإرهاب مثل في سوريا أو في ليبيا كان هناك عملية استقطاب مالي ودعوي قطري في أوروبا من فرنسا من بلجيكا من ألمانيا وصل إلى ما يقارب 7000 شاب وشابة سفروهم إلى بؤر الإرهاب إلى سوريا والعراق بعد ذلك عودت هؤلاء عودتهم أفرزت إلى 430 قتيل ما وقع في فرنسا نحن اليوم نعيش ذكرى شارلي يعني فرنسا سنة ثالثة تعيش ذكرى شارلي يعني الاستقطاب واستعملت ذرعتها وخطوطها واخطبوتها الإخواني الحركات الإخوانية استعملتها في فرنسا في بلجيكا هذا وصدر بيان ختمي عن منتدى دراسات في نسخته الأولى بعنوان قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط حيث أكد البيان الختمي على أن النظام القطري يتحمل مسؤولية ما يرتكبه من عمال عدائية ممنهجة وممارسات مخالفة ضد الأمن القومي العربي منذ عام 1995 وأن مملكة البحرين عانت من التدخلات القطرية على أكثر من صعيدة فقد خسرت جزءا من كيانها السيادي التاريخي الثابت والموثق حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية وقامت بالاعتداء على سيادة المملكة ووصل الأمر إلى حد الاعتداء العسكري في فش الدي بالعام 1986 مشددا البيان على أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب منحت قطر الكثير من الفرص لتدارك سياستها الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة في الخليجة لكنها استمرت في دعم ورعاية وتمويل جماعات الإرهاب وتقديم الملاذات الأمنة لهم وأختارت أن تدور في فلك المشروع الإيراني التوسعي الذي يهدف إلى السيطرة على المقدرات العربية عبر ميليشيات وخلايا الإرهاب وأطلقت العنان لوسائل الإعلام التابعة لها لبث خطاب التحريض على زعزعة الأمن والحض على العنف ونشر الفتن والأكاذيب والكراهية مشير أن البيان إلى أن الأزمة القائمة مع قطر ليست خلافا خليجيا فحسب لكنها مع العديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها بوضوح من التدخلات القطرية ودعمها الصريح للإرهاب والفكر المتطرف ونشر الفوضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر